يعني مثلا لو مدار المنتخب حبقى محتار اخد لعيب صغير في السن هيفدني مثلا في كاس العالم في 26 ولا اخد لعيب كبير في السن يعني متقدم في العمر في عمر الملاعب يعني ممكن مايفنش في المستقبل بس حقه انه بالمستوى ده وقت انه يبقى موجود حاجة محيرة انت كمدار المنتخب تفكر فيها ازاي لا قدر اخد عبدالله في التوقيت ده لسه لان انت اللعيب الصغير ده كريم وهو في المنتخب محتاج نوعية قاب بيشتغل معدلات جاري كبيرة بيشتغل انت بتبني عشان المنتخب يلعب كاس عالم 20-26 انه في وسط ده كله انت محتاج نوعية اللعيبة اللي عندها الخبرات اللي هتنقل الخبرات دي اما اللعيبة الصغيرة تروح كاس العالم ازاي هتتعامل مع المواقف دي وتتنقلها الخبرات الشوف والسمع غير التدريبات والشغل مع اللعيب في الملعب ويشوف خبراته اخده ازاي المراضي ولف بيه ازاي وحط جسمه معه ازاي واشتغل معاه في الكرة ازاي والمجهود اللي هو بيبزله في الملعب بيبقى شكله ايه طب انا اللعيب الصغير هبزل المجهود قد ايه اما اللعيب الكبير عمل ده ففي توقيتات لا تبقى محتاج ان انت تاخد اللعيب الكبير اللي عنده الخبرات عشان ينقل الخبرات الكبيرة دي لعيبة المنتخب الصغير اللي هسألولك دوت اكيد اللعب نفسه هو لا يبقى عارفه اكتر من اي حد تاني بس انت توقعك عبدالله السعيد قادر ان يلعب لحد دامت بالشكل اللي انا شفته ده لا طبعا ده يقدر يلعب سنتين مرتحين جدا سنتين جدا المسلم ده واللي بعده وحيبقى موسمين مرتحين جدا لان من بداية الموسم ده لا هو قادر يشتغل بشكل كويس جدا وده واضح عليه من حفاظه على ليقته البدنيا حفاظه على فورمت جسمه حفاظه على الخبرات الكبيرة ان هو ما سابش نفسه بقى انا خلاص انا بشطب لا كان عنده اصار كبير جدا ان يكون عنده بطلات من نادي الزمالك بطلات قبل كده مع النادي الاهلي فكل دي حاجات عوامل مخلية عبدالله السعيد عنده يوافها كبيرة جدا مع نادي الزمالك وعبدالله السعيد